لعدم وجود نفخة واضحة ونهائية ومطنعة لعائلة الشهيد شكري بالعيد وعائلة الشهيد محمد رامي ثم للرأي العام التوني كل ما زادت المسألة الضبابية كل ما أصبح المجال خصما للمزايدات الحقيقية وغير الحقيقية بالنسبة لفيديو معزب غابية شهدته تقريبا ثلاثة مرات كاملة بعين البحث نحن عاننا في العلم السياسية شيء اسمه تحليل الخطاب تحليل المضمون شكلا ومضمونا وداخل ما فيه يعني الواضح أن معزب مرتبك جدا حتى بدنيا يعني ضعف وخسر كثيرا من وزنه أنه مرتبك في حال ترتبك وهو في اللخص مطروحاته بكلمتين هو يريد أن يفاوض من منطق تهديد وقوة ناس تهديده فبالتالي يبحث عن ماذا؟ يبحث عن حلوة صفية طبعا ثم مبالغات هنا وهناك أنا في حماية الشرطة السيسرية أنا عارف القانون السيسري وكيف تسمى العملية لأنه ثم بروسيدور إجراءات تامة ثم هو متواجد في سيسري بأي شكل هل هو مجرد سائح زهر هل هو مواطن في سيسري هل هو مقيم هل طلب اللجوء السياسي حتى يطالب بحماية سياسية هذه كل أسألة مطروحة لكن واضح الارتباك المسي الشديد الكبير الموجود عليه الرجل يعني هذا انعكس بعض أحيان في بعض التناقضات الموجودة في الجنسي